بعد مخاض عسير أقرت موازنة عام 2019 بقيمة قدرت بنحو 112 مليار دولار منها إرادات بقيمة 88 مليار دولار على أساس سعر بيع برميل النفط الواحد ب56 دولار موازنة مثقلة بالاقتراض الخارجي لتغطية العجز الذي وصل إلى 23 مليار دولار وتخصيصات لا تتناسب مع احتياجات المؤسسات واستحقاقاتها حيث خصصت مثلا لوزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن مخصصات ميليشيا الحشد مبالغ تفوق حاجة محافظات بأكملها كما لوحظ على هذه الموازنة إلغاء ثلاث مواد من مجمل 52 مادة تضمنها مشروع الموازنة قبل إقرارها وخلافا لموازنة عام 2018 فلقد اجتملت الموازنة الحالية على رواتب قوات البشمرق الكردية ورواتب أفراد القوات الحكومية الذين فسخت عقودهم في وقت سابق ورغم إقرار الموازنة المتأخر بسبب صراعات الكتل إلا أن الانقسام السياسي حولها ظل سيد الموقف صمت من الكتل الكردية خلافا لما جرت العادة في كل عام حيث كانت تلك الكتل تقدم اعتراضات وطعونا بعد إقرار كل موازنة يقابل ذلك كتل أخرى صعدت من سقف اعتراضاتها على فقرات تضمنتها الموازنة ووصفت مخصصاتها بالترفيهية غير الضرورية أهم انتقادات الكتل تلك التي طالت المادة الرابعة والعشرين من الموازنة والتي تخول وزيري المالية وتخطيط تسديد مستحقات شركات جولات الترخيص الأمر الذي يعد تحولا خطيرا يرهن الاقتصاد العراقي ويضاعف خسارته لثرواته الطبيعية كما حذرت الأصوات المعترضة على الموازنة من التداعيات الخطيرة للمادة الرابعة عشر التي تسمح بخصخصة شركات رابحة أنفق عليها مليارات الدولارات وتقدم الآن بأثمان بخسة لرواد الخصخصة ومن يدعمهم من شركائهم المتنفذين في المشهد السياسي الأمر الذي يوحي بوجود خطة محكمة لتمليك الثروات الطبيعية لفئة محدودة تحكم قبضتها وتسلطها على الشعب وموارده المالية وسياسة البلد